ينضم إلينا من رمالة رمزي رباح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورحبك على شاشة الغد سيد رباح انتهت زيارة بلينكين هل أتت بجديد؟ لأنه على مستوى التصريحات استمعنا تقريبا إلى نفس الكلام المكرر هذا صحيح يعني كلام مكرر بلا معنى بلا مغزى بلا أليات بلا تطبيق حديث عن حل الدولتين وبالمقابل أمريكا لا تعترف بدولة فلسطين ولا تعترف وتعارض عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة العضوية الكاملة وتعارض كل ما يمكن أن يدين أعمال الاستيطان والاعتداءات في القدس وعلى المقدسات والأخصى تعارض فرض الحماية أو تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بعدة قرارات قدمت تعارض كل ما يتصل بإدانة إسرائيل وسياسات الإجرام والقمع الدموي والقتل واختحامات المدن تعارض إدانة الاستيطان وبالتالي كيف يمكن لحل الدولتين أن يكون أو أن يصدق أحد من الفلسطينيين والعرب والعالم أن الإدارة الأمريكية جادة بموضوع حل الدولتين النقطة الثانية بلينكين جاء بصراحة بعد وخف التنسيق الأمني وجاء بهدف واحد التهدئة ما يسميه التهدئة التهدئة تعني أن إسرائيل تتوقف عن أعمال القتل واجتياح المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية التهدئة من يقوم بهذه الأعمال هم هي حكومة التطرف اليميني وقبلها الحكومات السابقة الإسرائيلية لتوسيع الاستيطان وإجراء عمليات ضم لمساحات شاسعة من الضفة الفلسطينية مناطق سي يعمل ليلة نهار الإسرائيليون والمستوطنون الآن على سيطرة عليها تمهيدا لضمها وتطبيق القوانين الإسرائيلية فيها لذلك نحن نعتبر أن ما تحدث به السيد بلينكين في القدس غير ما تحدث به في الضفة في القدس لم يأتي بكلمة واحدة عن أن هناك احتلال وعن حق لشعب فلسطين أن يقرر مصيره ويتمتع بحرية لم يتحدث بكلمة واحدة عن ضرورة وقف الاستيطان لم يتحدث بكلمة واحدة عن ضرورة وقف كل الإجراءات في القدس وانتهاك اليومي للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين وإداء سلوات تلمودية فيه بالتالي سيد رباح تحدث بكلمة واحدة عن قرارات الشرعية الدولية لذلك نحن نعتبر بلينكين جاء بموقف إعلامي استهلاكي لكسب الوقت ولتمكين حكومة الاحتلال من السير بمخططها لكن سيد رباح بالتالي عندما يقول رئيس أبو مازن بأنه أو يعبر عن استعداده للعودة إلى المحادثات السياسية وفق أي شروط أو معطيات في هذه الحالة يعني أعلنت الشروط ووضعناها في اللجنة التنفيذية والقيادة الفلسطينية ونتمسك بها كاملة بدءا بالوقف الكامل للاستيطان تطبيقا للقرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن وقف كل الإجراءات في القدس بما فيها المقدسات لكن في القدس ككل حيث نشهد عمليات هدم وتهجير يومية كما جرى اليوم في جبل المكبر وهناك 140 منزل مستهدف بالهدم الآن في جبل المكبر أن توقف عمليات التهجير والتطهير العرقي من خلال عمليات الهدم والتهديد بهدم الخان الأحمر و25 تجمع بدوي ومن خلال عمليات الهدم والتهجير في الشيخ جراح وفي أحياء واسعة في سلوان وغيره وبالتالي نحن نتحدث عن وقف كل هذه الإجراءات بما في ذلك اختحامات المدن بما في ذلك عمليات القتل إرهاب المستوطنين الذين الآن سمحت إسرائيل بتوفير رخص سلاح ودعت لتسليحهم لكي يعتدوا ويهاجموا المناطق الفلسطينية أتعلمون ماذا يعني ذلك؟ أن إسرائيل استنفذت قدرتها كجيش احتلال على السيطرة على مناطق إضافية وبالتالي هم يدفعوا الآن بالمستوطنين للاعتداء على الفلسطينيين من أجل تهجيرهم من أجل إجبارهم على الرحيل عن قرائهم وعن أراضيهم الزراعية وعن مناطقهم خشي على حياتهم لذلك قررنا تشكيل لجان حماية الآن في القرى لجان شعبية تحمي القرى وتدافع عن وجود الفلسطيني هل الإجراءات قموها عملية؟ لم تنفذ إسرائيل شيئا منها؟ بالتالي الحديث عن حل الدولتين هل ما يزال هذا خيار مطروح على الطاولة بعد كل هذه السنوات بعد تنفيذ الاحتلال وما يزال ينفذ المزيد من مخططات التهويد والاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة؟ يا سيدي نحن ليسنا مع تعبير حل الدولتين نحن مع تعبير إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 بعاصمة القدس الشرقية هذه أراضي محتلة بالقانون الدولي وبقرارات الشرعية الدولية ودعوة للاحتلال للانسحاب منها وتفكيك الاستيطان منها أما الحديث بشكل عام على حل الدولتين ماذا يعني؟ دولة إسرائيل قائمة ماذا بشأن الدولة الفلسطينية؟ ما هي حدودها بنظر أمريكا؟ ما هي سيادتها بنظر أمريكا؟ ما هي حقوق الشعب؟ يعني عندما تسيطر إسرائيل على 60% وتضم 60% من الضفة الفلسطينية وتقطع أوصال الضفة الفلسطينية إلى أجزاء محاصرة بالمستوطنات والمعسكرات الإسرائيلية معسكرات الاحتلال أين الدولة التي يتحدث عنها الأمريكان؟ عندما يتحدث عن دولتين ولا يطلقوا أي آلية لها علاقة بمسار سياسي يلزم إسرائيل باحترام هذا الخيار أنا أعتقد يكون الكلام للتضليل وبصراحة تحدثوا الأمريكان والإسرائيليين أن الحل مع العرب والتسوية إقليمية والسلام إقليمي وبعد ذلك نلتفت لما تبقى من موضوع الفلسطيني هذا هو المخطط شكرا لك لذلك بلينكين أعلم في إسرائيل أنهم يسيروا باتجاه توسيع اتفاقات السلام العربية الإسرائيلية ويهمل القضية الفلسطينية بالواقع العملي شكرا لك لكن الكلام لوحده للتغطية على إنحياز أمريكا لم تعد مؤهلة بصراحة لا لرعاية عملية سياسية ولا مصداقية لها شكرا لك من رمال رمزي رباح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية